هذا وأخذت حكومة مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع منذ بدء تفشي فيروس كورونا حيث قامت المملكة برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس وذلك من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والخدمات الإلكترونية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع تواصل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا جهودها بشكل مضاعف من أجل التأكيد التزام وتوعية كافة أفراد المجتمع بكل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والتي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا لسيما في ظل الارتفاع الملحوظ في عداد الحالات القائمة وهنا يتطلب من الجميع الالتزام التام بكافة التعليمات والقرارات الصادرة لكبح تفشي الفيروس وضمن الجهود المبذولة للتصدي للجائحة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع خدمات عديدة دشنتها وزارة الصحة كان آخرها تتشين خدمة إلكترونية جديدة للإبلاغ عن الأعراض الجانبية التي قد تحدث بعد أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا وذلك من منطلق حرصها على استمرار تطوير خدماتها الإلكترونية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجميع هذا وتستمر جهود مملكة البحرين في تسخير كافة الإمكانيات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين عبر أفضل الممارسات الصحية العالمية بما يعزز الأمن الصحي من خلال المتابعة المستمرة للمستجدات العالمية إلى جانب التجارب المتعلقة بتصنيع التطعيمات ووضع الخطط لتوفير التطعيم الآمن والمعتمد بكل يسر وسهولة وفي هذا الإطار تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم حيث تعد اللقاحات وسيلة فعالة تهدف للوقاية من الأمراض بشكل عام ومكافحة مسبباتها كونها تسهم في تطوير استجابة مناعية للجسم عبر منع العدوى أو السيطرة عليها إلى جانب تقوية الجهاز المناعي من خلال تكوين الأجسام المضادة بشكل آمن هذا وتواصل الجهات الصحية التأكيد على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالتعليمات الطبية حيث يؤكد الفريق الوطني الطبي على أن ارتفاع أو انحسار الحالات القائمة بفيروس كورونا هو خيار بيد جميع أفراد المجتمع